بسم الله الرحمن الرحيم كثير من طالبات المتوسط يتساءل عن نسبتهم الظاهرة على نظام نور في الحقيقة هناك ثلاث نسب للطالبة طوال العام الدراسي هناك نسبة تظهر للطالبة عند انتهاء الفصل الدراسي الأول وهناك نسبة تظهر للطالبة عند انتهاء الفصل الثاني بمعنى انه خاص بالفصل الدراسي الثاني فقط وهناك نسبة اجمالية للسنة الدراسية ككل بمعنى مجموع الفصل الاول زائد مجموع الفصل الثاني يتم احتساب النسبة العامة لمجموع الفصلين اعطيكم مثال عندي طالبة في الفصل الاول حصلت على 96 في الفصل الثاني حصلت على نسبة 99 بمعنى انها شدت حيلها ودرست واخذت نسبة اعلى طيب النسبة الكلية للصف طبعا هذه الطالبة موجودة في ثالث متوسط النسبة العامة لكل ثالث متوسط يتم احتسابها من مجموع الفصل الاول زائد الفصل الثاني فكانت نسبة الطالبة 98 طبعا حتى بالنسبة للعشر الاوائل ترتيب الطالبة يختلف في الفصل الاول بما انها كانت 96 ترتيبها غير الفصل الثاني لما كان نسبتها 99 غير لما يحسب نظام نور يحسب لها الترتيبها ما بين العشر الاوائل طوال العام الدراسي بمعنى مجموعة الفصل الاول زائد مجموعة الفصل الثاني اتمنى اني اكون قدرت اني افهم بعض الطالبات اللي يتساءلوا عن اختلاف النسب ما بين الاشعار بدرجات الفصل الدراسي الثاني لو المدرسة اعطتها هي وما بين الذي يظهر للطالبة في نظام نور نظام نور يظهر الكشف النهائي للختام للعام الدراسي ككل ترجمة نانسي قنقر